وجب عليكم اتخاذ قرار حول أن تختاروا إلى أي جانب تخفون لسنا في مسألة اختيار طرف دون آخر نحن دولة مستقلة وإقتصادنا يعتمد على بعضه بعضا ولماذا نصل إلى هذه النقطة الفاصلة دائما علينا أن نتعاون ويكون حوار وأن تجنب مثل هذه الخيارات الفاصلة وعندما تصبح هذه المسائل مطلقة ألا يخلقكم أن تأتي واشنطن في مرحلة ما وتقول لكم يا إما معنا أو ضدنا أعتقد أن الأمر لن يصل إلى ذلك الحين إلى ذلك القرار وليس مطروح ربما سؤال أخير لكلاكم قبل أن ننتقل إلى الحضور أريد أن أسألكم إكمال كجملة لدي وهي الشرق الأوسط في نظام عالمي سيكون نقاط نقاط جسر يبني الجسور شكرا جزيلا أترين نحن في مجلس التعاون الخليجي لدينا هذا الاتفاق وهذه الوحدة سأفتح المجال الآن لأسئلتكم وتعليقاتكم السؤال الأول لدينا من الأردن تفضلي شكرا أصحاب المعالي على هذا النقاش الجيد بالشرق الأوسط شاهدنا أجندة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والعمل على الاندماج الاقتصادي والتعاون ما رأيكم ما هي التحديات الاقتصادية الأكبر التي تواجه المنطقة في وجه تحقيق هذه الأهداف وكيف لنا أن نتجاوزها بشكل جماعي من تختاري اللي يجيب السمو الأمير فيصل تفضل أنت محقا نعم لدينا نشاطات كثيرة إيجابية في المنطقة وجداول الأعمال والرؤية 20-30 السعودية هي مثال وهناك نشاطات مشابهة في دول الخليج الأخرى ومصر من الصعوبات الناتجة عن الصراع الأوكراني ستزدهر من جديد وتنتعش من بعد ذلك تلك الأزمة وهناك زخم كبير في المنطقة والسعودية هي أكبر اقتصاد وأسرع اقتصاد نموا في 2022 وسنواصل هذا النمو بنفس الوتيرة على مدى سنة الخمسة القادمة وهذا سينعكس على دول الجوار بشكل إيجابي ما هي أكبر المخاطر هناك عدد منها أما التحدي الأكبر فهو الأمور الجغرافية السياسية تحيد بنا عن مسارنا ربما تكون صراعات حول دوائر النفوذ أو غير ذلك من مسائل لا جدولها أو هي أثار من تبعات القضايا الخلافية الجيو سياسية وبعض الاختراحات حول العمل في البحار أو المشاريع في البحار لتخلص من بعض الدراء ربما تكون هذه صدمة لاقتصاداتنا قد لا نتحملها ما يقلقنا هو ليس في المنطقة بل هو خارجها وهذا الاستقطاب الذي يمكن أن يخرج عن السيطرة ونرى أثار كبيرة على الاقتصاد العالمي ونموه وبالتالي يحيد بنا عن تنفيذ جداول أعمالنا في مراحلنا الهشة بالنسبة للمملكة نحن نحقق نجاحات كبيرة لكننا في هذه المرحلة لا بد أن نبقى على خطانة لكي نمتن ما أحرزناه كي نتجنب أي مهددات مثل هذه الأمور كان هناك سؤال آخر من السيدة في الطرف الآخر شكرا لكم أصحاب معالي ما هيحية من بيروت شهدنا المملكة العربية السعودية تفتح جسراً إنسانياً لدمشق والآن ستذهبون لزيارة دمشق هل هناك موقف خليجي مشترك حول ما يمكن فعله حيال سوريا وعودتها إلى جمعة الدول العربية وهل ستكون هناك شروط وما هي الشروط التي يمكن أن تفكر بها في هذه الحالة إن كان هناك أي تطبيع سيمضي مع سوريا حاول أن تجيب على كل هذا بتسعين ثانياً لن أجيب على الإشاعات سأجيب على السؤال الثاني سترينا ليس في دول الخليج بل في العالم العربي هناك إجماع بأن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر كلنا لدينا سياسات ولكن ليس هناك استراتيجيات لتنفيذ هذه السياسات علينا أن نعيد النظر بشكل يعالج الأزمة ولدينا قضية اللاجئين في الأردن ولبنان التي تؤثر على اشصادات تلك الدول وهناك معاناة كبيرة مع الزلزال الذي ضرب في سوريا فبالتالي لابد من معالجة الجانب الإنساني كيف نعالج كل هذه المسائل فليس هناك مسار واضح لتحقيق كل ما نريد لابد أن يتم ذلك من خلال حوار مع دمست وتحقيق أهم الأهداف وخاصة الجانب الإنساني وإعادة اللاجئين وغير ذلك الأمر الذي أستطيع قوله أن هناك إجماع في العالم العربي أن الوضع الراهي لا يمكن استمراره لابد من إيجاد توجه مختلف ولكن ما هو التوجه الجديد؟ هذا أمر لم نتوصل إليه بعد أنا من البرلمان الأوروبي أتحدث عن نقطة الجسر أو بناء الجسر فنحن هنا كلنا نحاول أن نبني الجسر عبر المعاهدة الإبراهيمية سؤالي هل سيكون هناك عدة جسور تبنى؟ هل لكم أن تبنوا هذه الجسور؟ وماذا عن قطر؟ تتحدثون عن وحدة خالجية ولا أرى وحدة حقيقية؟ ماذا عن روسيا وأوكرانيا وهو أمر مسيطر على الحوار؟ أظن أن تقييم المشترك وتحالف رامشتاين أن روسيا ستذهب إلى الحوار فقط عندما يتم إضعافها مالياً وعسكرياً كيف يمكن أن تتجاوز روسيا العقوبات؟ كيف تقيمون هذه المسألة وما هو موقفكم حول الاتحاد الأوروبي؟ لدينا بعض الشكوء وأدل أن هناك دعم لروسيا وأن أعرف ما هو موقفكم وأن يكون لديكم تصريح مهم حول ذلك هل لك أن تبدأ بقضية المعاهدات الإبراهيمية؟ للجسر أن يكون أهداف كلنا نعرف أن الجسر إلى غير المعلوم أمر ليس مفيد لأي طرف نحن نبني الجسر على أساس أن ندفع بعملية السلام للأمام بعد 44 عاماً من الاتفاقات لم ينجح قبل عامين بدأت المعاهدات الإبراهيمية على أساس أن تساعد السلام لكننا الآن بعد سنتين ولم نتغير عما كنا عليه قبل ذلك الوقت الجسر يجب أن يكون بهدف ولا يفضي إلى لا شيء هذا كل ما لديه ماذا عن الموقف السعودي؟ هناك من يأملون في القدس أن السعودية ستكون من ينضم للمعاهدات الإبراهيمية لاحقاً نود ذلك لكن نحن بحاجة لأن نجد حلاً للقضية الفلسطينية نحن في مرحلة خطيرة نرى تصعيداً في الأرض المحتلة ونرى تشريع للمستوطنات غير شرعية وهذا يؤدي إلى تزايد العنف في وقت صعب وكما قال الشيخ سالم الجسر لابد أن يؤدي إلى نتيجة السلام السلام يجب أن يشمل الفلسطينيين دون التحدث عن دورة فلسطينية هذا لن يجلب سلام للمنطقة هذه أولويتنا سندعم أي جهود قد تؤدي إلى مثل هذه النتيجة ماذا عن المساعدة المباشرة أو غير المباشرة لروسيا؟ أعتقد أن الحياد يعني أن لا نكون نساعد أي طرف من طرف أي النزاع حسب الوقت لدي أعتقد أن لدينا متسع لسؤالين أصحاب المعالي أنا السفير الإسرائيلي لأفريقيا والآن أنا ناشط من أجل السلام راقبنا المعاهدات الإبراهيمية وبشكل محزن وجدنا أنها ليست جسراً للسلام مع الفلسطينيين فحكومتي ليس لديها مصلحة بالسلام مع الفلسطينيين كما أننا ندرك أن التصريح الذي تم الأسبوع الماضي في بروكسل من بوريل والأمين العام لجامعة الدول العربية يشير إلى نية إطلاق مبادرة ثلاثية لإحياء مبادرة السلام العربية التي نشأت بالأساس من المملكة العربية السعودية بداية أود أن أقول لكم أن لديكم حلفاء في إسرائيل وأنا بتواضع أمثلهم ونحن المجتمع المدني في إسرائيل نود جداً أن نكون جاهزين لمثل هذه المبادرات وفي الوقت ذاته ندرك أن مبادرة السلام العربية تجاهلتها إسرائيل على مدى عشرين سنة ما هي نواياكم للمستقبل القريب؟ شكراً لك شكراً لك نعطي المايك لإبتسام أبتسام كتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات وأشكركم أنكم مررتم وعبرتم كل الأفخاخ التي نصبت لكم سؤالي للسمو الأمير فايصال دهبت إلى قمة بغداد والتفاوض مع الإيرانيين من وجهة نظرك ماذا يتطلب الأمر الذي يجعل إيران تقبل الصيغة المطروحة؟ هل سيساعدكم بأن تطرحوا قضايا المناخ أو تقبل إيران؟ أننا كلنا نتشارك في هذه المنطقة ولدينا مصلحة مشتركة؟ شكراً لك على هذا السؤال تفضل بالنسبة لإسرائيل وفلسطين أنا أعرف مدى صعوبة الأمر وعندما كنا في بروكسل نتحدث عن هذه المبادرة وذكرنا على حقيقة أن الأمر صعب جداً إلا أننا ناقشنا أن لدينا مسؤولية أخلاقية أن نحاول لإيجاد طريق للسلام فالمعاناة في فلسطين وإسرائيل إن لم نجد ذلك الطريق للسلام ستستمر وستكبر سنبدل كل الجهود الممكنة وندخل في كل المحاولات لإيجاد ذلك الطريق ما زلنا نحاول أن نتوصل إلى صياغة للأمر إلا أننا نريد أن نحيي الحديث حول مبادرة السلام وحل إقامة الدولتين وأن يكون هناك مسار ووضع خيارات لمسار يأخذ بنا إلى السلام نعم أنا أعرف أن هناك أطراف مثلك في إسرائيل وأن أفضل السبل هي الجلوس مع الفلسطينيين ورسم خطوط الطريق للسلام هي مهمة إجابتي لسؤالك لو كان لدي الحل لكانت حياتنا كلنا أسهل كلنا بإخلاص قلنا أننا يمد يدنا لتهران ونسعى للتعاون وهذا سيفيدنا كلنا في المنطقة فلدينا إمكانات مهولة حتى إيران تستفيد من ذلك التعاون الذي يمكن أن يحدث لو عالجنا قضايا المقلقة هي مزايا كبيرة لكن هذا يتطلب من معالجة القضايا المقلقة لكن ليس لدي الحل كيف يمكن أن نصل إلى ذلك نسمع الرغبة من الإيرانيين أنهم يريدون التحدث إلينا لكن لا نعرف كيف يتم ذلك لابد أن نجلس لنشرح ما هي نقاط قلقنا شكرا سنأخذ الكلمة الأخيرة والسؤال الأخير منك شك سالم لم نتحدث عن تهديد كبير ليس لمنطقتكم بل العالم كله هو تغير المناخي سيكون الكوب 28 سيكون في الإمارات هذا العام وفاتي بيرول وهي المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية قال أن هذه ستكون فرصة تاريخية للإمارات وسرط الأوسط ليبدو مسؤوليتهم كمواطنين أكفاء في هذا العالم ما هي توقعاتكم عندما يأتي الأمر لقب 28 ويمكن تقديموه للمنطقة يفاجئني أنك تشيرين للشرق الأوسط وكأننا الأشرار في العالم في كب 27 رأينا كثير من المواقف الجيدة من دول المنطقة في تعهدنا أتحدث عن الكويت تعهدنا أن قطاع الطاقة سيكون بعشرين خمسين بصفر بصمة كربونية وهذا ما سنحققه هذه خطة جيدة هذه نقاط تقلق المنطقة وتربط أيضاً بقضايتهم أوروبا أشكركم على هذا الحوار وأمل أن يستمر وأشكركم على الوجود وعلى حسن الاستماع ترجمة نانسي قنقر